سيد شوان من دبي أرجو سيد شوان أن توضح لنا الأمر يعني بعيداً عن المعادلات السياسية لماذا تنزعج بكين من أن تايوان تستلم سلاحاً بطريقة شبه مجانية بقروض ميسرة من الولايات المتحدة أعتقد أن مسترد تايوان من شؤون الداخلية الصينية وهذا خط الأحمر بالنسبة إلى حكومة صينية بشكل قاسم لماذا حدثت؟ لماذا ظهرت مسر تايوان؟ هذه المسألة ظهرت لأسباب تاريخية كثيرة نعم نعلم ولكن نعلم أيضاً أن تايوان لها حكم ذاتي سيد شوان نعلم أيضاً أن نانسي بيلوسي كما قال ضيفنا حين قررت أن تحط طائرتها في تايبي وقالت الصين لن أسمح بذلك حدث ذلك نعلم أيضاً أن ربما تايبي تفتح كل باب لها على الولايات المتحدة وتوصد كل باب لها مع بيكي أعتقد هذا السؤال تفاهم بيننا في الحقيقة كان الهزب الحاكم في تايوان قبل عام 2000 وحزب كومنطان وأعلم أن هناك خلافات بين الجنباني أكسد بين منطقة تايوان ومنطقة تايوان ومنطقة تايوان ولكن كلهم يعترف بسوين واحدة ولكن التعبير مختلف بالنسبة إلى بارو السؤال الرئيسي فنساميه جنبولية سؤال شعبية أما بالنسبة إلى منطقة تايوان فنساميه جنبولية سؤال ولكن هناك سؤال وحيد في العالم ولكن بعد تولي حزب دموقراطية وتقاطم منصب في تايوان فيصع هذا الحزب إلى استقرار ونزع من السؤال فهذا لا تستطيع الحكومة السؤالية أن تقبل هذا أبداً فكما نشهده خلال السنموات الموضوعية عذراً سيد شوان عذراً على المقاطعة لكن يعني يهمونا في المقام الأول أن نفهم الصورة أكثر من حضرتك طيب إذن الصين دعنا نقول منذ العام 1946 وتتمسك بطايوان نعلم ذلك إنما على الأرض حالياً هل الصين أي سلطة فعلية على رئيسة تايوان على مطارات تايوان على برلمان تايوان بالنسبة للقانون الصينية أعتقد أن منطقة تايوان جزء من الصين فهذا قانوني بالنسبة للقانون الصينية طيب فعلياً نسيت شوان فضل هذا مسألة هذا يعني لا جدل لها لا تايا لمناقشة لأن هذا تايوان جزء من الصين منذ تاريخ طويل وشعب في تايوان وشعب في صين كلا هم الصينيون ونحن للأمة الصينية بالوقت نفسه كيف يستطيع أن ينفصل منطقة تايوان عن البارو الصيني رئيسي؟ أعتقد أن الحكومة الصينية تسعى إلى الحل الصيني لمسألة تايوان ولكن إذا تستمروا قوة انفصار داخل تايوان مع الولايات المتحدة ومع دول الأخرى لتحقيق انفصار فلابد أن يتخذ جيش تحرير الشعب الصيني أي إجراءات لحماية مصاريها المشروعية هذا موقف الصيني الثابت؟ نعم أشكرك موقف الصيني الرسمي نعم أشكرك معلوم